لكن خلونا بداية ننعي رحيل واحد من أساتذة النقد الرياضي الكبار نقد الرياضي الكبير الأستاذ حسن عثمان الذي توفه الله قبل يومين بعد رحلة عطاء طويلة في بلد صاحبة الجلالة والنقد الرياضي والانتماء للنادي الأهلي والدفاع عن حقوق النادي الأهلي أستاذ حسن عثمان أسس وأشرف القسم الرياضي بمجلة الإزاع والتلفزيون وأسس وأشرف على القسم الرياضي بجريدة الأهلي لسان حزب التجمع وأيضا ارتبط بالمجلة الأهلي وأثر صفحاتها بكتاباته في عموده الشهير من القلب لعدة عقود طويلة رحل عن دنيانا بعد رحلة عناء مع المرض تغمضه الله بواسع رحمته وألهم أسرته وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان زميل عزيز وصديق أعز رحمة الله عليه شريك كل مراحل النضال من أجل خدمة بلات صاحبة الجلالة وخصوصا النادي الأهلي كان أهلاوي عميق وحتى النقاع رحمة الله عليه هنفتقل أستاذ براين ألف رحمة ونور على الأستاذ حسن عثمان ربنا يا رب يتولى بواسع رحمته كان واحد فعلا من أصحاب القلم النقي جدا كان رزين ومتزم في نقده كان محب جدا للنادي الأهلي أذكر في بداية التسعينات كانت فترة فترة مجلس إدارة الكابتن عبد صالح الوحش ويرجع مجلس إدارة الكابتن صالح سليم فإذا بالتنين في مجلة الإزاع والتلفزيون الاتنين من خلصاء النادي الأهلي والنقد الرياضي أستاذ محمد شهين عليه رحمة الله كان من المقربين لكابتن الوحش والأستاذ حسن عثمان والد زمالنا عمر عمر شهين فالأستاذ محمد شهين من المقربين جدا لكابتن الوحش والأستاذ حسن عثمان من المقربين جدا لكابتن صالح والاتنين في صفحة واحدة في مجلة الإزاع والتلفزيون والاتنين مع الكابتن عم جيد نعمان في مجلة الأهلي لكن كانت المسائل في غاية اللطف والحرص على كان مفهوم حقيقي للاختلاف وكان مفهوم حقيقي لتباني القضايا مش الشخصانة حتى اللغة الراقية رحمة الله على الجميع لكن كلهم كانوا نماذج كل واحد فيهم ينفع تاخدوا قدوة ألف رحمة ونورة على هؤلاء الأساتذة الكبار ربنا يا رب يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم كل أبناء المهنة حسن الاقتداء بإذن الله